من بيروت ينم إلينا لمناقشة هذا الملف وملفات أخرى تتعلق بالمنطقة يوست هيلترمان مدير برنامج شرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية سيد يوست أهلا بك معنا في الأخبار الليلة وعلى شاشة الحدث سنبدأ من غزة تحديدا هل يمكن القول في ظل كل هذا التعقيد للمشهد الموجود بغزة أن هناك مخرجا ما زال من هذه الحرب بالنسبة لأهل غزة فداية شكرا لك على الاستضافة ببضوح لابد من وجود نهاية للحرب في غزة فهي لا تحتمل فغزة كانت تحت وطئ هذه الحرب عشرات الألاف قتلوا وشرحوا ومن الواضح على هذا وهنا كما نزحوا وشردوا في كل جيب صغير من هذا القطاع هذا الأمر لا بد أن ينتهي وأملنا أن المفاوضات التي تجري حاليا تصل إلى وقفة لقنار ونهاية سريعة لست متشائما إلا أننا بالفعل ما زلنا ننتظر ولكن هل من آليات مقبولة سيد يوست لذهاب إلى حل لهذه الحرب حل دائم وليس فقط لمجرد هدى أو محاولات لوقف اطلاق النار الخطوة الأولى لابد أن تكون وقف اطلاق النار ومن ثم نأتي إلى تنفيذ سوق في اطلاق النار من خلال زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع وتبادل الرهائن والأسرى من كل الجانبين ومن ثم مباحثات حول من سيحكم القطاع بعد هذه الحرب إلا أن الطريق الوحيد للمضي قدما هو الهدنة ومن أجل تحقيق ذلك سواء أعجبنا ذلك أم لم يعجبنا الولايات المتحدة هي أو قوة عنصر هنا وهي التي يجب أن تأتي لإسرائيل وتقول لها كفاكم قتالا ولا بد من إنهاء الحرب ما الذي يجعل أي ضغط على إسرائيل يتأخر سيد يوست الآن هل هو غياب الإرادة السياسية لدى الولايات المتحدة بشكل أساسي أو هناك أسباب أخرى ما زالت غير واضحة أو غير معلنة إلى الآن أعتقد أن غالب الأمر يعود إلى غياب الإرادة الأمريكية بسبب حقيقة أن الولايات المتحدة هي في عام انتخابي وإدارة بايدن لا بد لها أن تقوم بحسابات سياسية صعبة لتعرف ماذا يجب أن تفعل لتفوز في نوفمبر وبالتالي إن كان مفيد سياسيا لدعم إسرائيل وفي محاولتها لتدمير حماس وقطاع غزة أم أنه أفضل لها أن توقف في القتال الآن أعتقد أنهم لم يصلوا إلى القرار الحاسم في هذا الشأن إلى حين الوصول إلى أي قرارات حاسمة سيد يوست هناك جبهات أخرى تفتح ونقاط أخرى تشتعل بالمنطقة يقال أنها ترتبط بحرب غزة أو على الأقل هذه هي التبريرات أولا إلى أي مدى يمكن استمرار استخدام هذا التبرير وما خطورة أن تكون خمس دول الآن في المنطقة بحالة حرب هذا الوضع خطير جداً ما من شك في ذلك وهو مرتبط مباشرة بالحرب في غزة علينا نقول أن النوايا في اليمن واللبنان وسوريا والعراق كانت موجودة مسبقاً قبل السابع من أكتوبر من العام الماضي وستتواصل بعد ذلك لكن من الواضح أيضاً أن الحرب في غزة أدت إلى تصعيد هذا تصعيد هذه التوترات قيادات الميليشيا كأنصار الله وحزب الله والحجد الشعبي والمقاومة الإسلامية في العراق كلهم أوضحوا أنه عندما تنتهي الحرب في غزة سيوقفون تصعيدهم لذلك هذه الهدنة أو وقفة لقنار مهم ليس لشعب غزة فقط مع أنه مبالغ الأهمية لهم لكنه مهم أيضاً لتقليل التوتر في المنطقة ومنع والحلولة دون وقوع حرب إقليمية طيب بالنسبة للوضع الإقليمي العراق بشكل أساسي والسوريا الآن جولة ضربات أمريكية كانت بالليل ويقال أن هذه هي مرحلة أولى الحملات مستمرة اليوم هل هذه الحملات الأمريكية تشكل نقطة خطورة أكبر أو هي محاولة للاحتواء كون أنها لا تستهدف إيران مباشرة وتقول صراحة أنها لن تستهدف إيران مباشرة بل هذه المواقع فقط أعتقد أن الولايات المتحدة بشكل واضح لا تريد استهدف إيران في الوقت الراهن لأن هذا سيتسبب بحرب وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة ولا إيران فالتحدي الذي تجد نفسها الولايات المتحدة والمقاومة الإسلامية كيفية احتواء الردود الأفعال المتبادلة هناك قتل والمشاعر متأججة وبالتالي من الصعب احتواء الموقف إلا أنه في الوقت ذاته على الطرفين أعرباء عن عدم رغبتهم التصعيد إلى أكثر من ذلك نأمل أن يتمكن من النجاح في عدم تجاوز الخطوط الحمراء لكل الطرفين الولايات المتحدة ردت على قتل ثلاث من جنودها والمقاومة الإسلامية قالت أنها سترد على الدربات الأمريكية خلال الساعات القادمة والوضع الآن هل سيبقى محدود وإن لم يتمكنوا هذا سيأخذنا إلى وضع مختلف وربما نحتاج لأن نكون قلقين من مواجهات أكبر بينهما من ناحية إيران تحديدا سيد يوست لماذا أصبحت إيران بهذه القوة في المنطقة مع هكذا أذر عسكرية اليوم قادرة على زعزعت استقرار كثير من الدول هل الخطأ يأتي من المجتمع الدولي والولايات المتحدة بشكل أساسي الذين تفاوضوا مع إيران فقط على البرنامج النووي وغضوا النظر عن الأذرع العسكرية أو أن الموضوع يتعلق بشأن آخر يمكن غير معلن إلى الآن لا أعتقد أن هذا متعلق بالمفاوضات التي كانت بين إيران والولايات المتحدة في الماضي لكن هي بسبب أن إيران ربما لو نجحت المفاوضات لكانت أدت إلى خفض التوتر إلا أنني أرى أن هذا بسبب ضعف الدول العربية بعد الربيع العربي وإيران استغلت ذلك بتعزيز وجود الميليشيا والجماعات المسلحة الموجودة في هذه الدول وهذا جعلها قوية مقارنة بالدول التي هي فيها السؤال هو كيف يمكن مواجهة القوى الإيرانية في المنطقة هي بإعادة بناء القوى العربية وقوة شرعية شرعية الحكومات العربية في سوريا في العراق في اليمن وليبيا هذا هو التحدي الأساسي فإيران بالتالي لا يمكنها استغلال ذلك الضعف وهذا لماذا لم يحدث إلى الآن سيد يوست أعتقد مشددا أنه لأن لأن نفتقر لوجود ثقل يوازي الثقل الإيراني في المنطقة فإن كان هناك دفع سيكون هناك محدودية لما تقوم به إيران لكنها لم تجد قوة وجوهها وإن نظرنا إلى الوضع الراهن في وجود هذا العنف غزة نرى أن الولايات المتحدة أرسلت صفن بحرية إلى الشرق إلى المتوسط والبحر الأحمر وهم كذلك يحاولون أن يحد من النفوذ الإيراني وذلك أيضا من أجل توازن القوة والمحافظة على توازن القوة هذا يجعل الطرفين قد يقع في أخطاء وقبل أسبوع المقاومة الإسلامية قتلت ثلاث جنود أمريكيين في شمال شرقي سوريا ولا أعتقد أن المقاومة قصدت قتل الجنود الأمريكان كان خطأ لكنه حدث لأن الأمريكان وقعوا بأخطاء اعتقدوا أنهم أسقطوا أو لأنهم لم يسقطوا المسيرة العدائية ولأنهم اعتقدوا أنها مسيرة صديقة لكنها هذا الأمر هو الخطأ من طرف وبالتالي الأمريكان شعروا أنه خطأهم وبالتالي كان عليهم الرد على هذه الهجمات من أجل استعادة ذلك التوازن في القوة وبالتالي الآن المقاومة الإسلامية تريد أن تسعيد توازن القوة هذه لعبة خطيرة كل طرف يحاول أن يرسل الرسائل للطرف الآخر بأنهم يريدون الرد لكنهم لا يريدون تجاوز خطوط حمراء ويريدون أن يبقوا ضمن حدود القوة المتوازنة الآن وهذا هو سبب التوتر شكرا لضيفنا من بيروت يوست هيلترمان مدير برنامج شرق الأوسط والشامل أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية